أهلاً وسهلاً يا أصدقاء وكيف الحال؟ إحنا الهلاء في فيديو ملخص قراءات نص السنة نحكي مع بعض وندردش مع بعض عن أكثر الكتب اللي عجبتنا وأكثر الكتب اللي خيبت ضننا سلاسل ما نرشحها لبعض وكتاب نرشحهم لبعض فمجرد أسئلة سريعة وأجوبة فأتمنى أنه أنتو كمان يكون لكم مصيب من الإجابة وتتركوا لي إياها بالتعليقات إجاباتكم لأنه واحد تكون وقتها كنز كبير من الترشيحات على ما أعتقد هلا الأسئلة اخترت منها أنا ما يروق لي على شكل دردشق وبسيطة فأول شيء عدد الكتب اللي قرأتها عدد الكتب الخطة تبعتي كان يفترضني أقرأ 8 كتاب أنا قرأت حتى نهاية شهر 6 39 كتاب بس يعني ما بصوته مش حاسس إنه في أي تقصير والأمور عندي تمام تمام شو أخباركم؟ إنتو بخطتكم؟ ماذا قرأتو؟ وكيف كانت قراءاتكم يا جماعة؟ نيجي هلا للسؤال الأول فعلياً أفضل كتاب قرأته في النصف الأول من السنة؟ أفضل كتاب أنا قرأته في النصف الأول من السنة اللي هو أول كتاب يعني مش صعب إنك تبدأ بكتاب جداً رائع بصير وقتها إنه كل كتاب ثاني عم تقرأ و عم تقارنه في ذاك الكتاب فأفضل كتاب أنا قرأته هو عبارة عن كل الضوء الذي لا يمكننا رؤيته لأنثوني دور وأقدمت له مراجعة في فلوغ خالص لوحده ومراجعة في ضمن المراجعة الشهرية بديدة تروحوا تشوفوها الكتاب رواية تاريخية تحكي عن أحداث الحرب وضحايا الحرب من خاصة أطفال البطلين واحد من فرنسا والآخر من ألمانيا فإحنا منتبع طفلة ضريرة بفرنسا وطالب دكي وعب قريبي ألمانيا ومنشوف كيف ستسوقوهما الأقدار معاً كتاب أنصح فيه بزراحة مع إنه طريقة كتابة أنثوني دور حتى اللحظة لم تعجبني لا أستطيع أن أقول أنه أنثوني دور من كتاب المفضلين لكن أحب أشوف شو كتابات الأخرى أفضل كتاب على الجانب غير الروائي كان عندي التطهير العرقي في فلسطين أما ستريد بوك هذا الكتاب لازم تقرؤوه يا جماعة لكم مش تقرؤوه وجبوه حطوه في المكتبة خلوا أولادكم يطلوا عليه ويشوفوا الحقائق المرة اللي موجودة فيه بدون تزويق التاريخ العربي تبعنا المزور والمزيف كتاب عن جد رائع ومؤلم وصادم فهدول هني أفضل كتابين قرأتهم هذه السنة توجه تاريخي صح كأنه ننتقل إلى أفضل كتاب أنت قرأتوا سواء كان روائي أو غير روائي السؤال الثاني أفضل سلسلة أو جزء من سلسلة قرأتوا هذه السنة فأكيد أكيد أي شو توقعوا؟ طريبة الفلسطينية أفضل سلسلة قرأتها هذه السنة أيام البلاد جزءها الأول وحكاية المخيم بجزءها الثاني كنت محظوظة أني قدرت أقرأها وأنهيها هذه السنة شكرا لضغوطكم ماذا عنكم؟ لا أعرف بالنسبة لكم شو كانت أفضل سلسلة لكن فعليا هي من مقارنة بكل السلسلة قرأتهم هي السلسلة الأبرز التي تغطط على قراءاتي إصدارات جديدة أو قادمة أنت متحمس لها دعني أحكي بالإصدارات العربية الإصدارات العربية في عندي شمس اليوم الثامن كتب إبراهيم نصر الله الرواية شمس اليوم الثامن جزء من التغريبة الفلسطينية الملها الفلسطينية وصرت ذاتية طفولتي حتى الآن اللي هو أيضاً بيعتبرها جزء من الملها الفلسطينية دول اكتبين جداً متحمسة لهم والكتاب المترجم اللي هو بحرز مرد لبراند ساندرسون مع أنه لا ينصح بقراءتي هلا إلا بس أكون مطلعة على عالم الكوزمير أكتر وأنا لا لساتني بس قرأت مستبورن الجزء الأول فقط ومتحمسة كمان لترجمة ويل أوف تايم اللي قالت كيان كمان إنها رح ترجمها فهاي هي الكتب العربية الكتب اللي بالعربية اللي أنا متحمسة لها الكتب اللي الإنجليزية في كتب أقتنيها اللي هو زي سيتي أوف نايتمير هذا واحد من الكتب وفي كتب اقتنيتها لكن لسا ما شحنتها اللي هي الويتش كينج كتب اسمه ديفيان ريفايلز أعتقد هذول التنين كتير كتير متحمسة لإلهم وفي كتب أتمنى أن أقتنيها اللي هي هيراديانت كيرز اللي هي بتحكي عن خلفية قصة شو كان اسمها سيكس كريم سوني كرين وفي كتاب أيضا Adventure of أمينة الصرافي خاصة أنه هاي الكاتبة عندها ثلاثية بتدور في عالم عربي يعني هي بتحب تكتب من الأساطير العربية فعاملة هاي الرواية بتكون القبطانة ربانة السفينة أعتقد عمانية عربية اسمها أمينة الصرافي فأنا كتير يعني بصراحة بتحمسة نفسي أقرأ ما بارف إذا رحت الترجم بس أنا قلت بما أنه ثلاثية المستوحى من أساطير العربية لم تترجم حتى اللحظة مش عارفة إذا هذا رح يترجم ممكن ترجموا هذا الكتاب إنه يجربوها لأول مرة والله أعلم فهاي الكتب اللي أنا متحمسة لإلها فمش عارف عنكم شو الكتب اللي أنتم متحمسين لإلها وكون صدرت حديثا أو حتصدر حديثا طيب أكبر الخيبات ما بدر أقول إنه كان في عندي خيبة بمعنى خيبة يعني الكتب اللي قرأتها وكانت سيئة أتوقع إنه كنت أنا حاسس إنه هي سيئة لكن أكتر الخيبات اللي هو كتاب اسمي أحمر مش خيبتي من الكتاب كخيبتي من المؤلف لأني كنت أتوقع إنه هذا المؤلف أرهان باموق ينضم إلى قائمة مؤلفي المفضلين وتك تك 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 على كل كتبه واجيبها واشتريها لكن لا أسلوب كتابته طريقة طرحه ما عجبتني بالمرة مع إني أتفهم إنه ليش ممكن هو يكون مفضل عن بعض الناس يعني هو بكتب بحرفية عالية بس في أشياء كتير مزعجة في كتاباته طيب نيجي لأكبر المفاجآت عندي مفاجأتين المفاجأ الرئيسي والأساسية اللي هو مفاجأة المادة السوداء أنا يعني كنت متوقع إني أعطي كتاب المادة السوداء أربع نجوم يكون جميل لطيف كتاب خيال علمي يعني بس ما تخيلت إنه هذا الكتاب يأثرني فيه هذا التأثير إنه هذا الكتاب أرجع أستذكره وأرجع أفكر فيه بهذه الطريقة إنه هذا الكتاب أتمنى إنه زوجي يقرأه يعني متخيلين قدش قدش إنه هذا الكتاب عجبني فهو من أكبر المفاجآت بصراحة اللي لقيتها ويمكن هي عم تعطيني جواب للسؤال اللي وراه اللي هو كاتب مفضل انضم حديثا إليك ما بدر أقول كتاب واحد بيخلي بلك كراوش كاتب مفضل لأنه أسلوبه مش هلواو لكن أسلوبه لطيف أيضا لكن أعتقد إنه هو مرشح أن يكون أحد الكتاب المفضلين الجديدين اللي نضموا لقيلي لأنه مش لقي حدا غيره حتى اللحظة يعني معظم الكتاب اللي عجبوني خلالها يسأنا ونكون كتاب مرقوا علي من قبل المفاجأة الثانية كانت كتاب آيفوريكي اللي هو جزء من السلسلة وبيحكي عن نزاع أسرة ملكية في بحثها عن مصدر جديد للسحر حتى إنها تنعش أو تحمي دولتها وكيف الإخوة بتعاملوا مع بعضهم البعض بس المشكلة آيفوريكي مع أني أنا يمكن أعطيته خمس مجوم إنه بتعرفوا هيك إشي بينسحب من ذاكرتكم وبيبحث وبتصيروا مش فاكرين الأحداث بالضبط فهو بهاي الطريقة يعني هو لم يعلق بالذاكرة يعني هلأ عم بحاول أتذكر التفاصيل الأحداث مش قادرة فهي مشكلة الوحيدة واللي هو كان يعني كتاب مفاجأة وخاصة إني أنا كنت حطيت له توقعات جدا منخفضة فبالنسب إليه كان مفاجأة إذن هدول هني الكتابين المفاجأة فسؤال لكم شو كتاب قرأتوا هاي السنة كمفاجأة عن جد أو كاتب أبهركم ومن أول مرة قرأتوا إنه خلص هذا الكاتب هو كاتب المفضل نيجي على شخصية مفضلة لإلك حبيتها في الكتاب أعتقد إنه أكتر شخصية لفتت نظري فعليا اللي هي شخصية والد البطلة اللي هي كانت الفتاة ضريرة من فرنسا شخصية والد البطلة كانت عن جد شخصية هيك لطيفة جدا رائعة جدا أبوية جدا أنا شكلي بحب شخصية الأب في الحكاية والروايات لما تكون محبوكة بشكل جيد فهي من أكتر الشخصيات اللي عجبتني كتاب جعلك تبكي كتاب جعلني أبكي كل الضوء الذي لا يمكن رؤيته ياه شو بكينا وكتاب المادة السوداء أتوقع إنه سبب لي صدمة عاطفية على الأقل يعني يمكن دمعت مش بتذكر إذا بكيت بس الأرجح إنه أنا دمعت يعني وأنا عم بقرأ فيه وأكيد إذا حضرتوا فلوغ اللي قرأنا في التغريبة الفلسطينية تكونوا عرفتوا أني أنا بكيت من الصفحة الأولى في الرواية الصفحة الأولى يا جماعة الصفحة الأولى من هذه الرواية فهذه الكتب التي جعلتني أبكي كتاب جعلك سعيدا أوكي ما عندي هلأ دوركم إنتوا كتبونا شو بكاكم وشو ضحقكم شو أبهجكم خلال القراءة حتى كوزي بك هيك يعني تحس أني قرأت كتاب دافئ لطيف كذا مش قادرة أتذكر مش متذكرة أبدا إنه أنا قرأت خلال هذا النصف الأول من السنة هي كتاب وساعدوني يعني ساعدوني إذا كنت حكيت هذا الإشي في أحد المراجعات أجمل كتاب قرأته هاي السنة رح برجكم كتابين بس بتقدروا تشوفوا فيديو حطت لكم فيه كل الكتب اللي اشتريتها أخر فترة وكانت معظمها طبعات خاصة كتاب الأول سيتي أوف نايتمير لأنه أصلا هو إصدار 20-23 هذا الغلاف الرئيسي لإله وهو بشبه الغلاف الأصلي تقريباً الخاص في هذا الكتاب بس الفرق إنه الغلاف الأصلي لون درجات اللون مختلفة الكتاب في غلاف رسمات على الغلاف أصلاً نفسه الهارد كوبر نفسه الرسمة مثل هيك وأيضاً فيه نقش على الحافة أطيف للغاية وفوق من هيك فيه صورة من الأحداث في بداية الغلاف وصورة أخرى في نهاية الغلاف وفيه كمان عنا صورة للبطلة وعليها رسالة من المؤلف هذا الكتاب الأول الكتاب الثاني كلكم حبتوه أتعقى إنه معظمكم قال إنه هذا أجمل كتاب في المجموعة اللي هو بكروا الأولوجين مش عارف إذا أبين معاكم أعتقدر عن إن الإضاءة سيئة بس هو هذا الكتاب هاي الحافة تبعته اقتباس موجود بالخالف ورسمة الحاشية تبعته بهذه الطريقة كمان نفس الشي بس تشيل الغلاف حتلاقي الهارد كفر كأنه قطعة قماشية موشحة من الأحمر عليها صورة البطلين بلون ذهبي غامع أو لون أسفل زمره زمره دي غامع وعالأكيد الصفحة الأولى في عنا صورة والصفحة الأخيرة أيضاً في عنا صورة فصلت للحكاية ورسالة من المؤلف فهدولي بصراحة أجمل الكتب اللي أنا حصلت عليهم أتوقع هذه السنة كتاب كثير رائع كمان حصلت عليها السنة يمكن هو أجمل ما في المجموعة بس لسه ما ما وصلني من فلثة معيش مصاري أشحن يعيش ريته بس ما ماي مصاري أشحن نحول حق الشحن سؤال كتب تود أن تقرأها قبل نهاية السنة عندي العديد من الكتب اللي حاب أقرأها قبل نهاية السنة بس قررت أني أنا للها مش عارفة ممكن حضرتهم 19 كتاب عشان يعني نكون واقعيين ويريت أخلصها خلينا نشوفها حبدا فيهم واحد من فوق واحد من تحت الصفة جنبي اللي هي The Wicked King انتم تعرفوا ذكروا البرينس خلص تمت ترجمتها من دار نشر جرير فموجودة الأجزاء الثلاثة مترجمة أنا كنت أفكر حتى أنها ترجمت أول جزئين لا هي ترجمة الأجزاء الثلاثة كاملة وعيبي يعني ترجمة الأجزاء الثلاثة وأنا لسا تني ما قرأتها قرأت الجزء الأول لابل سنتين أو ثلاثة ولها لا ما كملت فإن شاء الله يعني أني استرداد عمر من السيرة إلى المسيرة كتاب دائما تنصحوني أني أقرأه وكل مرة أب بعمل خيار الجمهور بتمنى أنه يطلع لي على قد ما أنتم حكيتوا عنه Ink Death أكيد لازم نخلص Ink Death ونقرأ الثلاثية وننهيها وهو من كتب الأولويات وأنا بديت فيه ليش وقفت ما بعرف هل كنت مستمتعة عاملة؟ أكيد كنت مستمتعة فكرة هذا كتاب مبهج إذا أخلصته كنت أضفتها للكتب المبهجة بغض النظر أنه اسمه إنك Death لكن وجودي مع هذه العائلة في هذه المغامرة عن جد يعطيني شعور بالسعادة الجزء الثالث على الأقل من البداية والنهاية أيضا موجود على قائمتي كروشي بوردر بس أشيك هيك على آخر كم أشي موجود فيه إن تقريبا إني أنا نفذت معظم الأشياء الموجودة فيه مشكلة الشر ووجود الله أحد الكتب اللي موجودة على قائمتي واللي رح أنهيها قريبا على فكرة ورواية شر لأني كتير مهتمة تعرف على قلم محمد السالم بس هي رواية مشتركة بين محمد السالم وبين هند بين تغانم فحتكون مدخل لقلم محمد السالم وتاريخ أوشالين اللي هو من قائمة هذا الشهر من أولويات القراءة رواية حو لإبراهيم نصر الله مش كتير متحمسة إلها أقدم رواية إبراهيم نصر الله موجود عندي توقع ما إلها علاقة بما لها الفلسطينية لا من قريب ولا من بعيد يمكن تحكي عن فساد لأنه معظم رواية إبراهيم نصر الله اللي ما بتكون إلها علاقة بالمنهال فلسطينية بتحس إنها بتكون عم تحكي عن فساد الأنظمة وما شابه بس أنا حاس إنه لازم أقرأها خاصة إذا ناوي أجب لكتبين يعني حتى أبرر شرائي لكتبه لازم أنهي آخر كتاب إلو عندي وحابب أبلش بي حالات نادرة لأنه عب عن ناسة أجزاء والبنات بلحوا بطلب الجزء السابع مش عارف إذا كان الثامن رح ينزل كمان في معرض الكتاب فلازم أنا أبدأ فيها عشان أعرف هم شو قرأوا والقصر الأسود أنا أول شي بقلام نسائي أنا مقصرة يمكن أكون في قراءة الأقلام النسائية رقم واحد رقم تنين من المشتريات المعرض الأديمة لسه مش من المعرض السابق يعني من أبل أبل السابق فأتمنى أني أقرأها هذه هي الكتب اللي أنا على قائمتي وحابب أعرف منكم أيضا شو هي الكتب اللي موجودة على قائمتكم صناع محتوى أمتعوك هذه السنة في عندي أنا تنين رح أحكيهم اللي هن نوهة ورضوة فحط لكم صورة حساباتهم هون ولنك حساباتهم بصندوق الوصف أول ما بينزلوا جدا يعني نادر ما أقاوم أني أنا أحضر الفيديو للأسف يعني أنا حتى بحضر الفيديو من البداية حتى النهاية ومعظم الأحيان بترك لهم مش تعليق أو بترك تعليق صحيح يعني أهم شي بتمنى أدعموا أكتر هن صناع محتوى بحس محتوى بطيف مميز لكن أحط لكم بعض القناوات الإنجليزية اللي أنا كمان عم بتابعها أو على الأقلية قناة واحدة منها صغيرة بصندوق الوصف بتعمل الفلوكات قراءة أسبوعية بحب طريقتها بفلوكات الأسبوعية فبس هذا اللي عندي حاليا في ملخص القراءات نصف السنة أتمنى تكونوا بخير وسلامة وأراكم في فيديو جديد لا تنسوا لايك والشير ودعم القناة بالتعليقاتكم وأخيرا نقدر نقول ظلوا إيجابيين حق أحلامكم رب أغفالي والوالدي رب ارحمهما كما رب عياني صغيرة وسلام سلام